طيب قولي بقى الصورة زي أخدتها فين وإيه اللي فكرت فيه وكان بتعبر عن إيه شرح لنا كده آآ تمام دي من أهم الصور بالنسبة لي علشان اللي وقفين يعني أعمامي وقريبي ودي أرضنا في ملوي أنا من موليد ملوي وكانت يعني برضو من ضمن الصور يعني تقريبا ما كنتش بفكر فيها كتير غير بس أن أنا هروح مع عمي عمي صابر الواقف اللي أنا هوسق حصاد الأمح يعني الصور كانت عادية بس الفكرة أنها من الصور المهمة علشان أنا اتعلمت فكرة الوقت أنه زي يعني أفكر كتير جدا فكرة أن الوقت وأنه أن الوقت مهم جدا للصورة مش بس يعني علشان الإضاءة أو علشان حاجة بس علشان بداية أصلا اليوم فالصورة تقريبا كانت وقت الشروق يعني الشروق كان لسه بيطلع الشمس لسه بتطلعه وكان مهم أن أنا طول الوقت مش بس يعني أتعلم التعليم الأكاديمي من الجامعة وكده أنه قد إيه الناس نفسها هم مدركين وعارفين كويس جدا النور بيبقى حلو وإمتى النور بيجي إزاي يعني لأن هو الوصف للنور هيبقى في الصورة جاي إزاي وهيبقى يعني شكله في المحتوى نفسه بتاعة الصورة وأنا بحبها لأن يعني هي كانت البداية شوية لأن أنا بقدر أرتبط بالمدينة بتاعتي وأقدر أصور فيها ومنها بقى أقدر أتعلم أن أدخل مدن مختلفة وأكمل يعني في التصوير ترجمة نانسي قنقر